السلام عليكم اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد القصة دي لواحد الشعب اللي هو مون تاكسي بغي شارك معكم القصة ويعود لكم شنوقع لي وكنت منها هاد القصة تعجبكم وبيت نقول لكم تخضوا منها العبرة ولكن في نفس وقت كنت منها هاد القصة ما تبقى على التاشي واحد وبقوا معاي باش عارفوا شنوجرالي السلام عليكم الي اسم ديالي هشام وفي عمر 8-30 سنة عايش مع الوالدين ديالي عندي ربعات الخوط وانا عايش حياتي عادية كيف اي واحد وخط وفولتي كانت شوية صعيبة حيتي عايشني شوية ديال الفقر ولكن كان خاصني نخدم وانا صغير مهم خدمت في تاكسي من بعد ما عيت ما نقلب على خدمة خدمت في تاكسي وانا حاليا انا الي هزوالي ديال خوتي حتى همم في حالهمش وكان خاصني انا نتكلف بواليين ديالي واخا انا مجوج هاد شي ما خلانيش انني ما نعاونش دارنا حي دارنا ما في حالهمش وحتى اخوتي ما عندهمش حتى همم خدمتي صعيبة بزاف حيتي مالين تاكسيات غادين يكونوا عارفين خدمتنا كتطلب انني نهز اي واحد فترة كيف مكان بلا ما تعرفوا شكون واش مزيان اول خيب وهاد المهنة كيف كي عارفوا مالين تاكسيات صعيبة بزاف وبالخصوص بالليل مهمة وحد النهار فقط كيف العادة غادي كنقلب على البلايس كنهز اي واحد فين ما بغي يمشي كنهار ديالي كان داز عادي كنوصل اي واحد فين بغي يمشي شويو انا راجع الدار بالليل عادي كيف مال عادة مني كنت راجع للدار مهم هاد القصة قد يكون شوية غريبة ولكن حقيقي اوقعت لي وكان صعيب عليا باش انسى هاد الشي اللي وقع عليا حي داب الحادي الان ما مصدقش هاد الشي اللي وقع عليا وان هاد الشي اللي وقع عليا كان سبب في الصمت ديالي لمدة ديال سانة ونصف ما كان دويه شغل كان مبتسم وكان دوي غرب الإشارة وانا متبة حيسس عن الطبيب النفساني من بعد ما وقع عليا هاد الشي وخلالي فصدمة انا في عمري ثمية وثلاثين سانة شيفو ديال تاكسي بيض وعندي بنية اوليد وهاد الشي اللي غادي نعاود ليكم وقع عليا في واحد المدينة اللي ما غندكوش اسم ديالها مهم انا كنت غادي شويهو يتبالي واحد العائلة هاد المحطة طالبوني ورغبوني نوصلهم في الوقت اللي كانت انا راجع للدار بانوا ليا ناس معقولين ومتقلين وكانوا مزروبين وكيران ديال الساعة كانوا كامين ديال ادراب تفاهمت معاهم على الخلاص وحزيتهم وشدنا الطريق معا ديك تسعود ونصف ديال الليل وانا قادي كنت دوي مع الاب ديالهم ومجمع معاه حيث هو ديك الساعة كان بارك حدايا والبناد دياله كانوا ورايا يعني قاسي اللور وانا في الطريق ديالي كامل وانا كنت دوي معاهم بقشبين وناشطين واحد لو بقيت وصلنا واحد دوار مهم لما نذكر اسم دياله السيد قال لي غادي نهبط واحد الامان الواليد ديالي كي يسكون هنا بالزربة غير واحد ربع ساعة الله يجزق بخير انا قلت لي سافي بقيت كنت سنة على نيتي قلت لي خد راحتك غير ما تتعطرش عليه عافك سافي بقيت مع مرتوب نتو في الطاكسي زدت شوية في الراديو بدي تكن سماع شوية ديال القرآن ومرة مرة كنشوف فيهم حتى كنلقاهم بانهم ساقلوا وانا ديك الساعة مقابلهم وغيرهم بالمستعين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين وانا نقول لهم ديك الساعة الوليد ديالكم عايش مع خوته هنا ولا غير بوحده ما جاوبونيش عاويت نقصت من الراديو وثولتهم قلت ليهم ألا لا واش الوليد ديالكم عايش غير بوحده هنا ولكن هاد المرات اللفت اللي عندهم ما جاوبونيش والقايتهم كيشوف فيها كامل واحد شوفا ما عجبتنيش وانا ندير واحد ضحكة صفرا حيت ما فهمتوا صافي جبت واحد القرعة ديال ما بديت كنشرب وهي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع غير كي يكذب عليك ما تصدقوش فاش تمعت ديك الكلمة تضمت حيت لو قايشة لي كانوا ساكتين وانا كنشوف فيهم وما هادروا شو بانوا ليه ناس مغيرين ومني ذات بنته وقات ليه بالأبد ياللي ما غير جاش بكل طيقة وهي صغيرة فيهم صراحة في ديك الساعة خفت بزاف وكل شي بقى ساكت قلت ليهم كيفاش قلت ليهم علاش وفي نفس بوقت كندحك ديك الضحكة الصفرا باش من حيت ديك الساعة وليت خايف بزاف منهم حيت ديك الساعة انا غير كندحك ونشوف فيهم بالنص عين ونشوف شنو كيت راورايا شوية حتى كتبالي البنت الصغيرة والتي الوسطينية والكبيرة على يصر الأم في اليمن وكتاكل بنتها شي حاجة بوحد طريقة مزروبة من يبالي يدك الشي تغير وأن البنت كانت في بلاسة أخرى ولدت في بلاسة ديك الساعة راسي تخرب أقلية وديك الساعة ما بقيت عارف ما نقوله لمن دير انا في نفس الوقت مراوم التاكسي وخيف بالزاب حيث ديك بلاسة اللي انا فيها غير الضلام وخلاو القيفار ديك الساعة راسي كان غني بشوية بحل ما مسوقش لهم وحتى يجيبوهم على خاضره ما بقيش قادر نشوف ورايا بكل صراحة وليت خايف نظور ورايا ولقى حاجة ماشية نشوف الساعة لقيت السيادة تعطر بالزاب نشوف السيادة نشوف السيادة جاي ونحس بشو واحد كين غزبية في دهري فاش تلفت ويد في العيدة السيادة في وجي وداتك تغوت انا ديك الساعة ما عبت عطي بش تبليت وداتك تغوت بجات سير عطينا تيساء اشنو بغيت عدنا وانا ديك الساعة نشوف شي خمسين ثانية وجاتني بحل الدوخة فاش رجعت الواعي ديك الساعة حليت الباب بالشاهد باش نجرهم كامل نخرجهم ونهرب في حالي فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي تخيلوا معي تشيحات في الطاكسي وانا ديك الساعة وانا ديك الساعة ربي شاهد علي هذا الهدرة كامل نقولها لكم في نفس الوقت مني كنت تفكرها ديك الساعة مني شفتهم مكينش فشلت وطحت الاركابية حيث ديك الساعة معرفت شنون ديك وانا ديكال لمكنت قطت خففت أوسح ربيا بقيت في الطريق وأنا هربان منشي حاجة اللي في الأصل ما كيناش ديك الساعة بعت ومشيت بوحدة سرعة خيالية حتى بنت لي طريق واشديتها بقيت غادي و أخاه ما عرفش فين غادي ومبقيت عارف حتى شي حاجة وحتى بلاكه وآنت شدت ليا بقيت خد في الطاق ويبان لي واحد الباراش وانا فرح ديك ساعة عاوت لهم كل ما طرع لي وفي نفس وقت خايف قالوا لي ما تخاف والو ومن قطرت الخير علي كانت شاداني مخدم راديو على الجهد باش غير نتلف به الوقت وفي نفس وقت باش نصل الكازة اللي انا كنت غادي لها من اللي وصلت وليت كنقول الحمد لله ومن بعد ما عاوتتك الناس وقفوا معايا وعاونوني وفي نفس وقت رجعت بلاسة اللي كنت غادي لها ومن قررت البلاسة اللي كنت غادي لها استلمت للعسة وقال لي يا ملح ويجرم قطعين انا الصراحة قاما ردت ليهم بل وقاما شفتم ولا حسيت بهم اصلا قلت لي حتى الصبح ونعاود لي قال لي يا كلاباس ويتجيني البكية ثاني يلا قال لي بركة عاود لي وننشوف هديك العائلة أخوتي دايزين من الشارع وكيشيروا بيديهم جيهتي من ديك الساعة ما بقيت عاقل على والو حلية تعاني القاطراتي في سبيطار للمحمد الخامس ودائرين بي الناس واحتمي وخويا الكبير من تم وانا مريض ومتابعين طبيب نفسين من بعد ما دارت الرقية وكل شي صراحة هاد القصة ديالي كن بغي نعاودها ولكن قليل لغي صدقة حيث هادشي اللي وقع لي حقيقي مشي كذوب وخان الطباء قالوا لي غير تخيلتي يمكن عندك مشاكل بتكت تخيل شوية حقا انا عندي بزيب ديال المشاكل ولكن هادشي ما غاديشي خالي لين تخيل هادشي في نوس الوقت راقي قال لي بني مكين يوقع لك هادشي في نوس الوقت حسيس بي بحالة كما صدقني قصي غادي تجيكم شوية غريبة ولكن هادشي اللي وقع ليا حقيقي واخر انا براسي حدي الان ما مصدقش شاهم الحاجة تغيلات لي في حياتي وليت مريد وليت كانت تخيلة بزيال ولكن بالبعد مدات الرقية وتبعت عند الراقي وحاوت لنسى هادشي غيرت بزيال حويش في حياتي والحمد لله تشافيت بغيت بغيت نشارك معكم هاد القصة ديالي حيث كان ينشي امر كواقع علينا وما كان لقاش لهم تفسير وكي يكون صحيب نصدقوهم او يصدقوهم شي حاجة اللي كان عودوا لي ما كانش سهل علي باش نخرج من هاد الازمة اللي كنت فيها ولكن الحمد لله بفضل الله عزواجات شافيت مهم كنتمنى هاد القصة تعجبكم ولي عندو شي قصة جاتو غريبة ومصدقوه تشي حاجة وبغيي شاركها معنا يديها لتحت في التعليق وكنتمنى ما تنسى وش تشجعوني بل شي لايك والشيرق وتعليق زوين والسلام عليكم